بسم الله الرحمن الرحيم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في كل يوم وفي كل ساعة وفي كل وقت أذان نسمع ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله محمد إن لاحظ لفظة الله سبحانه وتعالى صلوا يعني هنا فعل أمر يؤمر كل من موجود بهذا الكون من مخلوقات بالصلاة على محمد وآله محمد اليوم رح نتعرف على فائدة الصلاة على محمد وآله محمد ومعنى الصلاة على محمد وآله محمد وكيف وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الشخص الذي لا يصلي عليه وبماذا لقبه بداية أقرأ لكم الحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما سأله أحد الصحابة فقال له كيف الصلاة عليك يا رسول الله فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من خلال تكملة شرح الحديث النبوي اللي تكلم عن فضل الصلاة التام على محمد وآله محمد راح نعرف على معنى الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم معناها إننا ندعو الله أن يزيد في فضل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبركته ويجعل له المقام المحمود في الجنة يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خصه الله سبحانه وتعالى بالصلاة عليه وعلى آله وذلك زيادة في فضله ومقامه وبركته عند الله سبحانه وتعالى لهذا إن باقي الأنبياء يذكر لهم عليهم السلام أما النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقال له صلى الله عليه وآله وسلم زيادة لفضل النبي ومقامه عند الله سبحانه وتعالى زين هس شرح نستفاد من الصلاة على محمد وآله محمد شنو الفائدة من الصلاة على محمد وآله محمد بكل صلاة الفائدة منها بكل دعاء الفائدة إنه الصلاة على محمد وآله محمد أولاً راح تزيد بالحسنات ثانياً راح تزيدنا حباً بالنبي وآله والاقتداء به وبهم يعني بآله النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وذكر إن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب الدعاء إلا بذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على نبيه وآله الأطهار مثل ما تلاحظون تشوفون هسا هاي الحمامة شون أمثل لكم الدعاء إنه الله سبحانه وتعالى عندما نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء نبدأ بالصلاة على محمد وآله محمد مثل هاي الحمامة الصغيرة راح نبدي كأنه ما صير لها جناح الجناح الطير ميراد لجناحين حتى يطير الجناح من نقدم الدعاء بالصلاة على محمد وآله محمد ونختم الدعاء بالصلاة على محمد وآله محمد راح يكون للدعاء مثل الجناحين الصغار اللي يرفع دعائنا إلى الله سبحانه وتعالى في سبيل إنه الله سبحانه وتعالى يستجيب إلنا دعائنا وهذا جزء من فضل الصلاة على محمد وآله محمد هذا الحديث رح يذكرنا بفائدة الصلاة على النبي لما ذكرنا أنه هي زيادة بيمن بالحسنات كلما ذكرنا الصلاة على محمد وعلي محمد زادت الحسنات فإذا ذكرناها مرة وحدة كإنما ذكرناها عشر مرات فإذن الله سبحانه وتعالى عند ذكر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة يسجل ثوابها وفضلها كإنما ذكرت عشر مرات فتتخيل إحنا نحسب إذا ذكرناها مرة رح تصير عشرة إذا ذكرناها مرتين صير عشرين وإذا ذكرناها ثلاثة عفية صير ثلاثين وهكذا كلما زاد ذكر الصلاة على محمد وعلي محمد كلما زاد بالحسنات فإذن من كرم الله سبحانه وتعالى جعل ذكر النبي محمد الواحدة بعشر مرات بالفضل والثواب والحسنات مقابل هذا الشيء ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أحد أحاديثه وقال البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الشخص الذي لا يصلي عليه بالبخيل تعرفوا شو يعني البخيل الشخص اللي ما ينطي ما يساعد يعني يكرم أحد يعني إحنا من يقول عندنا كريم وعكس بخيل الكريم اللي يكون إنسان دائما يساعد ودائما يحب الناس أما البخيل شخص يكون منبوذ ومكروه فإذن البخيل من هو البخيل هو من ذكر عنده اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصلي عليه يعني هسا مثلا إحنا قاعدين بمجلس قاعدين بأي مكان نذكر اسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بسالفة بقصة بحديث بأي شيء كان شنو الواجب اللي إحنا لازم نسوي لازم نذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه أما إذا نذكر اسم الرسول والشخص ما اهتم وما انتبه فاذا ش راح يسمى راح يسمى بالبخيل كما وصف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإذا أذكركم وذكر نفسي وخلوكم دائما أنتوا بمحط اهتمام لمن يذكر اسم الرسول بأسا أذكر الحوالي شنقول صلى الله عليه وآله وسلم واختم درس اليوم بالصلاة على محمد وآله محمد وأقول لا تنسوا ذكر النبي محمد وآله دائما في أيامكم في ساعاتكم في صلواتكم في مجالسكم دائما ذكروا الصلاة على محمد وآله محمد اللهم صلي على محمد وآله محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر